عايز عليك سؤال لطيف شوي مين مدربين الأجانب اللي انت بتحبهم تحبي تتفرج عليهم تحبي تشوف شغلهم وتقول والله الناس دي بتشتغل كويس جواردولا جواردولا طبعا وكلوب طبعا ومدرب بتاع تلتكو مدريد سيميوني سيميوني بتقريب كويس جدا طبعا وشابي بتاع برشلوني بتاع برشلوني بصراحة دول مدربين لا لا أنا كل يوم على طول قاعد يعني 24 سنة دا عاوسو دي حانا بنفرج عليها كرة بتتلعب لك انت وانت مدرب بقى بتقول تبص مين فين ومين بيلعب فين ومين واي فين احنا عندينا مشكلة في مصر اه عاوزك تمسك اللي ستوبوتش كده في مباراة اه وتحسب الوقت الضايع امم وتحسب الكرة خرجتها المرسل كولر قاعد يسرق عليها في المؤتمرات صحيح تعرف الكرة بتخرجها ديه الكرة بتعطيها ديه اللعب بيعملها ديه هتلقى اللعب الفعلي بتاع المباراة خمسين ديه او خمسة وخمسين ديه انا عايز في الان هدايق اقولك انه اللعب الفعلي في المباراة في مصر 40 ديه او ما انت بقولك احسايا انا انا بحفظك فاحنا عاوزين زي ما انت فاهمني الكرة ساعتا ما تبقى تحس الكرة جوه الملعب انا احب الكرة الهولندية احب الكرة الهولندية طريقتي يقول من ايام رينزن برينك وكرويف اه في 74 انت شايفين بتلعب بطريقة هولندية انا احب احب الاستحواز افكارك يعني اه افكار احب الاستحواز احب الخلخلة احب مسلا قد بلاك اللعب الفعلي احب الشكرة الطويلة طب عسالك سؤالك يا بتنميمي لو اديتك نفس الظروف ونفس الامكانيات شوف انا انا محتها لك لو اديتك نفس الظروف ونفس الامكانيات تحب مين من المدربين الكبار اللي انت قلت اسمعهم دول تحب تلعبه بنفس الظروف و الامكانيات بتاعته تلعبه 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 ادوه مطشه وتقول انا هعرف احط التاكتب بتاعه وممكن اكسبه كمان اه بس السكوادر اللي معي لازم يكون برضه طبعا ما انا بقولك اهو الظروف والامكانيات مش هتروح مع كامل اللي احترام يعني اه ما اعرفش هلعب جواردولا تعرفش لعب جواردولا لا بسرعة اه العب مع كلوب تكسب كلوب اه العب معي يعني اه اه بس حسب السكوادر اللي عندي اه وحسب التدريب اللي انا مرنته اه وحسب الشغل اللي عليهم احنا دلوقتي مثل المحلنة دا بنقعد نبص نقول مثل ايه الدربة السبتة كذا اه الاه الاهداف المستقبلة للفرقة كذا اه اه النواحة الدفاعية عندهم في الدفاع بيقافوا عند العرضة الاورانية وعند انبراح كنت بتفرج على مطش الصين وهيت في كرة السيدات عامل التاكتيك اه 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 عاملوا تاكتيك غير عادي السبع لعبات وقفين على جوه خط الجون اه في فرق عندنا عملتها اه زي ما احنا عملنا بارة ودلات المباشرة بيقافوا كتار وربعا عساس الاولان يجري والتاني يجري دي مهمات فاصلا احنا عندنا في التدريب في خلال الموسم لازم نعمل تدريبات تجبه كما تحدث في المباراة الله لازم نعمل المواقف اللي بتحشت المواه محكاة المحكاة المحكاة بالضبط اللي انت بتعمل كذا بتمرن كذا طيب اشتركوا في القناة